حتى دي تلعب كرة كبيرة دي في الشارع؟ لا لعبت بتاع من وانا صغير من ست سنين ست سنين بلعب الاسرة ما كانتش بيضايقك وتقولك تراع فين وجاي منهم وتراعك كرة لا ما انا كنت تحت البيت تحت البيت بس يعنيهم يبقوا عليك يبقوا عليك واصحابي بقى كلهم بيقولي وبنلعب فكانت ايام جميلة هل في حد من صحابك استمر معاك وراح نادي اليبلس وراح نادي الاهلي او راح نادي تانية؟ لا محدش محدش كامل لا هما ما كانش فيهم حد يعني واضح انه هو عنده مستقبل يعني انما كانوا بيلعبوا كرة للرياضة كرياضة انت بتلعب كرة حبك للكرة اه طبعا بدون هدف انا ما كانش في دماغي بقى ولا ان لعبت الكرة دي بتجبر وبتلعب انما بتحب الكرة بحب الكرة للكرة طيب وانت بتحب الكرة وانت بتلعب بعض الناس تقولك ايه او بعض الناس المحللين يقولك لعيب الكرة اللي لعب كرة شراب واللعب كرة كويتش سويا نكبت عنها بجريش يقولنا أنا عبت بكرة كويتش سويا وفي ناس لنا كان لعبت بكرة الشراب الكبيرة معظم المحافظات السواحلية كلها بيلعبوا بكرة كويتش على البيتش فتلاقي المهارة عندهم عالية جدا هل لعبك لكرة الكبيرة على الأسفال ده سهلك تبقى كرة سهلة جدا آه طبعا سهلة كتير جدا لأن يعني أنا ما كنتش أعرف كرة الشراب يعني كرة الشراب ما كانتش دخلت عندنا في مصر الجديد يعني في الحتة اللي أنا كنتش دخلت يعني منعرفش منعرفش نعملها إزاي كان في ناس محترفة إن هي إزاي تعمل الكرة الشراب فأنا ابتدت بكرة الكفر على طول وبعندي ليها ذكريات عندي قول لينا الذكريات إيه أول أول ما هي دي بقى اللي أنا حقول لك هي نزلة الكرة الأبيض في سود أيوة كرة الكفر اللي أبيض في سود يا titول الكرة البلونة الكبيرة دي لا مش بلونة هي كانت نازلة بقى اختراع كنا بنتفرج عليها وهي محطوطة في اي محل كانت من روباط ولا من غير روباط لا من غير روباط اه يبقى انتها الحقيقة تبقى انتها اه لا سيبك من روباط دي قديمة شوي اللي عالي الفافي شوي فحايزين نجيب الكرة دي كانت تمانها اتنين جنيه فطبع اتنين جنيه ده كان مبلغ الكلام ده كان سنة اربعة وسبعين مثلا فكان مبلغ طبعا فطبعا انا كنت متزعم الناس اللي بتجمع الفلوس اه فقلنا لهم احنا نلم من بعض ونجيب الكرة اه لازم لها بكرة كويسة اه وبعد كان فيه اتنين تلاتة كده برضو هم اكتر ناس معهم فلوس يعني اه بس فخليتهم هم يساهموا بالجزء الاجبر واحنا كل واحد دفع حاجة كملنا وجمعنا الاتنين جنيه كبت وروحنا المحل اشترينا الكرة اه انا راجع بقى مسكوا الكرة في الشبكة بتاعتها وعملها وجاب مشتيرة عربية اه حنوك بقى والشبكة اللي هي الشبكة الشبكة بتاعتها اه ما هي كانت في شبكة كده اه فوصلنا عملنا لجوان طبطين هنا وتطبطين هنا وقسمنا الفريتين قلت لهم بس قبل ما نلعب انا هفتتح الكرة دي لازم اشوت كور اشوت شوطة حلو وقفت واحد جون وحطيت الكرة سبتها ورجعت باشوت وحطيت رجلي في الكرة كبت مصطفى والكرة وهي ماشية في الهوى بوم ما بتبقى في الهوى ايه بقى عنطر بالشدان فرقعت ما تفهمش بقى مش من قوت يعني مش قوي يعني كده لازم الجزمة كان فيها مصمر ولا حاجة الكرة فرقعت انا طبعا وهي في الهوى الكرة فرقعت خدت بعد جريت على البنت كلهم بيجروا وراي كل صحاب بيجروا وراي والتنين جنيه راحوا طب هي خبطت في حاجة ولا وهي في الهوى ولا حاجة وهي في الهوى والله تبقى كورة بقى حد الزاير ادها عين من البلكونات بالبلكونات فترقعة طب عملتوا ايه بعد كده روحتوا المحلية تانى غيرتوها لا ما غيرناش بقى لعبنا بالقديمة لغاية ما جمعنا تاني فلوس وجبنا واحدة تاني